ننشر لحضراتكم جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 والمعتمد من وزارة التربية والتعليم مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم من جديد أكد الدكتور طارق شوئي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر أن تنعقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها دون أي تأجيل أو إلغاء وذلك وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم والذي جاء كالتالي اليوم الأول الأحد 7 يونيو 2020 لغة عربية وتربية دينية السلساء 9 يونيو 2020 الاقتصاد والإحصاء الخميس 11 يونيو 2020 اللغة الأجنبية الأولى الأحد 14 يونيو 2020 الديناميكا السلساء 16 يونيو 2020 الأحياء والإستاتيكا والفلسفة الخميس 18 يونيو 2020 أجازة من الامتحانات الأحد 21 يونيو 2020 الفيزياء والتاريخ السلساء 23 يونيو 2020 أجازة من الامتحانات الخميس 25 يونيو 2020 الكيمياء والجغرافيا الأحد 28 يونيو 2020 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية السلساء 30 يونيو 2020 أجازة من الامتحانات الخميس 2 يوليو 2020 الجولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع الأحد 5 يوليو 2020 الجبر والهندسة الفراغية هذا وقال وزير التربية والتعليم أن الوزارة سوف تعلل المواطنين يوم 15 مايو الجاري خطة الدولة لتأمين إجراء امتحانات شهادات السنوية العامة والديبلومات الفنية والمقرر عقدها بالتزامن مع وجود فيروس كورونا المستجد في النهاية شكرا لك عزيزي المشاهد لو عجبك الفيديو اضغط لايك لو بشاهدنا الأول مرة اشترك في قناتنا وفعل زر الجرس وصلك اشعار بغبرنا الجديدة أول بقول شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة